أعزاء المستمعين أهلا بكم ومرحبا مع زاوية أخرى من زوايا مادة أصول الدعوة بعد أن عرفنا تعريف هذا العلم وبينا نشأته ومراحله يطيب لنا الآن أن نقف على زاوية هامة وهي صلة علم العقيدة أو علم الدعوة بالعلوم الشرعية الأخرى وحكم تعلمه وحكم القيام به إن الصلة بين علم الدعوة والعلوم الشرعية الأخرى وثيقة جدا لا شك في أن العلوم الشرعية قد تعددت وتنوعت بحسب موضوعاتها لأن الناظر في طبيعة ونشأة العلوم الإسلامية المتعددة يجدها ترجع إلى أحد أمور ثلاثة جاء بها ديننا الحنيف هذه الأمور الثلاثة أمور مترابطة إنها الملة والشريعة والمنهج فالملة هي الدين والشريعة هي العبادات والمنهج الطريقة التي بهما يسير بها يسير الداعية إلى دين الله عز وجل يجمع هذه الأمور جميعا إصطلاح دين أو إسلام ويكفي هنا أن نعلم بأن دراسة الملة أصبحت من اختصاص أقسام العقيدة في الجامعات الإسلامية المتعددة كما أن دراسة الشريعة أصبحت من اختصاص أقسام الكتاب والسنة وأقسام الفقه والأصول وأصبحت دراسة المنهج من اختصاص أقسام الدعوة فالأقسام كما ترى وتسمع عزيز المستمع تراها جميعا مترابطة قسم العقيدة وقسم الكتاب والسنة وقسم الدعوة فالدعوة إذن هي الأداة التي بها يتم توصيل هذه العقيدة والكتاب والسنة إلى الناس جميعا أيضا هذه الدراسات المتعلقة بالملة وبالشريعة وبالمنهج تمثل دراسة الدين الواحد الذي يشمل كل من هذه الأمور الثلاثة والدليل على ذلك ما جاء في كتاب ربنا يقول سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالآية الكريمة تشير إلى الأمور الثلاثة الملة والملة تتضمن الشريعة وكذا المنهج الذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام وكان نبراسا لكل الدعاة من بعده لهذا كان أي فصل كامل بين هذه الدراسات أو لعناية بواحدة منها على حساب الأخرى يعد فصلا بين توائم ثلاثة تعد هذه التوائم جسما واحدا وشكلا واحدا ومطمونا واحدا لا يصح الدين ولا يكمل إلا بها وهكذا نستطيع أن نقول إن الصلة بين علم الدعوة والعلوم الشرعية الأخرى هي صلة وثيقة بمثابة الأجزاء التي يتكون منها الجسم الواحد ترجمة نانسي قنقر